طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبلاءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامال وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن نرضعيه فإذا قفت عليه فألقيه في الأم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعدوه من المرسلين فالتفقوا هال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامال وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخنهم ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فراد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ندلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقنوا عينها ولا تحزنون لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغا شده واستوى أنتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقز تلال هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج لنا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقونهما ثم تولى إلى الظلم فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحذاهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحذاهما يابت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نكون وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قول لأهلهم كذو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطنون فلما أتى نولي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رأت تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآبنين أسلك يدك في جيدك تخذ بيضا من غير سوء واضمن إليك جناحك من الرهب فذلك برانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارونه وأفصحوا إني لسانا فأرسلوا معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عملك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصنون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطنع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الرالمين وجعلناهم أئمة أن يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتنكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشغنا كرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة وتتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذيذ من قبلك لعلهم يتنكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق لربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمن أن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقنون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحمرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حقا عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبونهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم الآية ساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فحسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياب أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برا لكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحا ونتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أغلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي أفارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرات فخسبنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسب بنا ويك أنه لا يفرح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي قرض عليك القرآن لرادك إلى بعاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلام ممين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدونك عن آيات الله بعد إذ منزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء آلك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون